مع للتعليق الأستاذ عبدالله عتيد خبير اقتصادي سي عتيد مرحبا بك معنا طبعا أنت من رواد المحلات التجارية والأسواق وأيضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف تقرأ تفاعل المغاربة وفئة كبيرة منهم تستنكر هذا موجة الغلاء مع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار المهددة القدرة الشرائية خصوصا قبل شهر رمضان الكريم تماما السوشال ميديا يدج بكثير من الغضب ولكن هذا الغضب نحن نحلوه بيش نفهموه المشكلة من جاي لأنه لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال اقترح حلول هناك أسباب وطنية ضرفية الجفاف ندرة المياه بصفة عامة والبرد القارس البرد القارس حسب الميهيين اللي تكلمنا معاهم في الموضوع قتل بزيف دي الغلاء نادت ماشي ما نادش ولكن البرد القارس قتل جزء كبير منها كما أن هناك غلاء تكلفة النقل وغلاء دير تكلفة النقل ماشي مشكل وطني هي من الأسباب المستوردة ضرفيا بمعنى أنه الحرب دي الأوكرانية خلات جميع المواد دي الطاقة والتي غالية بزيف الأسباب المستوردة ضرفية هناك البترول كما قلت هناك البودور الجيدة كثير من الناس ما تعرفوش بأن الزريعة الجيدة ما عندناش في المغرب تتجير من بره والتجهيزة دي الفلاحة بصفة عامة ما عندناش هذا النوع من الصناعة هذه قراءة موضوعية باش من نحازل تشي واحد ولكن المشكل الحقيقي في هذه الأزمة هذه بحسب الدراسة دينا وهو كثرة الوساطة لدرجة أنه في بعض المناطق الإنسان عنده فيرمة فيها مئة هكتار ولكن أسمحيلي على التعبير الداريجي كالقارسو كيتسخر عند السماسرية لعندهم الملايين الصحيحة في المارشي دي القروب هو مول الفيرمة كينتج وما كيتكلمهم على بضياتهم في الهواتف خاصنا ما نشريوش مثلا المهاية ولا البطيخ بكتر من هاتمان فيما كيدور دك الفلاح الميزكين لماذا؟ لأننا ما كينش تعاونيات ما كيناش ناقابة كتجمع قاع المنتجين ديال مثلا الخيزو ببحدو ماتيشة ببحدا وانا من اللي كنت مدير عام ديال الفيدرالية ديال التغذية في 2007 مشيت في مهمة إلى ألمانيا واكتشفت شيء جميل جدا أن هناك ناقابة ديال الفلاحين المنتجين ديال الخضر والفواكيه كتخليهم يتصرفوا 10% و90% كتشري هالنقابة لعنده واحد العمارة شاهقة جدا عنده مدير عام اللي هو عنده دكتورة في المجال الفلاحي وفي كل ديبارتمنت يعني في كل قسم هناك متخصيسين الفواكي الخضر نوع بنوع يعني في التفاصيل مملة ما كيخليوش اللي سنترال داشا ديال الهيبار مارشي وديال السيبار مارشي أنهم يضغطوا على ذلك الفلاح اللي ما ديرش دراسات عميقة في التجارة وفي التصوير وشوف الناس في المشات اللي بغت تحل المشكل خسنا ترجع اللور بزاف ما تبقاش عركة تغاوت مع ذلك الخدار اللي في الدرب خسنا نديرو إعادة هيكلة الإنتاج وإعادة هيكلة التوزيع داخل تعاونيات وتكتولات تحت مراقبة وأعين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة وهذا نحن مهنش لش خدي نصوبوا الروايدة كيف نقوله من جديد راكينا يمكن لنا غير نزيدوا فيها ولا نقصوا منها وهذا شي أنا رحطه في ألمانيا اللي كنت مدير عمد الفيدرالية ديال التغذية الألمان كيعجبوني أنا بطريقة ديال تحليل ديالهم لدقيقة بشكل متعب للدماغ خلينا في المغرب السعاتي نقضعنا على أبواب شهر رمضان الكريم بحيث تزاد المخاوف ديال المواطنين لأنه الأسعار تبقى في نفس يعني الرقم اللي هي كينا فيه أو ربما تقدر تزاد في المقابل عندنا تطمينات حكومية بأن كل شيء غادي يكون على ما يرام ساعة دون تقتصادي طبعا حجتك دائما هي الأرقام هل فعلا هذه الإجراءات والتدابير التي تخذتها الحكومة المغربية غادي تخلي الأسعار تنخفض ومن اللي نقول الأسعار غادي ترجع إلى وضعها الطبيعي كما تقول الحكومة عن أي وضع طبيعي يقصدون بكل موضوعية منعت صدير الخضر في الوقت الحالي لإفريقيا أنا كنشتغل على أرض الميدان في ثلاثة ديال الدول يعني ماشي منضير الناس اللي كي يديهم ماطيشة والبصلة وبطاطة مثلا كي بيعوهم في إفريقيا لدى عدد ذلك الأسماء ديال الدول راهت مال لك تتباع في الزنقة ماشي فشي بار مارشي ولا في محل مقي باديه من خمسين درهم وعيد من خمسين درهم يعني غيش ريكا ميو ديال البطاطة وغادي سيفتو غايدر فيه واحد الرباح خيالي اللي ما عندوش في المغرب وانا بس دقناش يدخل عير الشي سيبر مارشي من الأسماء المعروفة عندهم فروع ديالهم في كوناكري وعندهم فروع في داكار ويشوف الأتمينة إذن الدولة من اللي وقفت تصدير ديال الخضر إلى دول إفريقيا جنوب الساحل ما بتقسيت بخمسين درهم ولكن احنا محتاجين بشي بقى عندنا السلم الاجتماعي والأمل الغذائي هذا إجراء يستحق التصفيق وانا لا أقوله تطبيلا للحكومة ولكن إجراء فعال جدا كما أن الدرب بقوة على أيدي المضاربين انا شفت السوشال ميديا بأن جوج عطوهم ثلث سنين ديال السجن للأسف احنا ما كنتم نتمنوش لهم السجن ولكن استحقوه لأن إلا أنت سد على مية وخمسين طون ديال بطاطا وواحد خرب قصد على البصلح تجي واحد حرقها لي واش عنده معاه مشكل ولا حقد منه مواطن حاقد لأنه ما تلاش لقاء البصلح ولا تبتمان لخيالي من مقارنة مع الدخل دياله إذن هنا التدخل ديال الحكومة كان فيه محلي يجب الحفظ على الأمل الغذائي لهو المحرك ديال الأمل الاجتماعي واستقرار اللي معروف به إذن نتفعل إذن تفعله خيرا إن شاء الله شكرا